اهلا ومرحب بكم اهلا اتكلم معاكم عن الميراث والغرض الالهي اللي الله عايزوا لنا الوقت ان قومت تقبل يسوع انت بتتحط قوة مملكة الله بعد كده بتبتدي تتعلم تمشي في المملكة دي بعد كده بتبتدي تتمرس في الامر وتصير ناضج هو الحاجة دي زي ما شرحت عن المدوق ويصير الامر السليس وسهل بنسبالك بعد كده بتكون انت بقى بتوري الدواء وتعطيه للاخرين فتعطي هذا الميراث للاخرين فرسم ليك دواء من قول ما بتقبل يسوع انتحية انت نفسك المجد والمستوى اللي خاص بالله هنا على الارض ان كلمة ملكوت السموات اساسا هو مملكة السم على الارض مملكة السم على الارض بمعنى اني ترى ايدين السمى وترى مجد السمى هنا على الارض في حياتك الشخصية بعد كده لا تقف عند الحتة دي بتعطيه للاخرين ودخلهم معاك في نفس الحتة دي مش من الطبيعي اني رب يساعد اخرين وانت نفسك محتاجة تساعد ودي النقطة اللي كتير قوي بيستعجلوا وتحركوا في حياتهم في الخدمة وهم نفسهم معين في الوقت ده وهيقدروا يساعدوا الناس لكن بدرجة وبعد كده هم نفسهم هيقعوا مش كارح قدس عايز كل حد ينضق مش لمدة سنين لكن لفترة من الوقت فيها تقف على رجليك وتبقى في مرحلة النضوك اللي ينفع فيها تتحرك لمساعدة النفوس طبيعي لازم تبقى فاهم اني انك تتكلم عن الرب عمله معاك ده شيء زي ما رب قال لما بيش في الناس كان بيت كان يقول اذهب وخبر لكن في نفس الوقت مش بنفس الصورة اللي فيها النضوك بتاع حد زي بولوس لما خدم والتلاميذ لما التلمزوا خدموا بصورة اوضح بصورة فاهمين يسوع عن شخص لسه داء يسوع في حاجة على قد المستوى ده وهيقدر يوصل يسوع ماذا عن لو قابل شخص ما عندوش الاحتياج اللي هو داءه واختبره هيبقى مش عارف يساعده فلو حد مثلا عانى من مشكلة ما وتصلحت على قدن يسوع مثلا مرض وتشفى وراح للشخص ما عندوش مشكلة في المرض عندو مشكلة في حاجة تانية هيبقى هو عارف يخاطبه بمستوى ان الرب يقدر يساعدك لكن مش قادر يطلع معاه للحطة دي عشان كده كل ما انت بتختبر زوايا وفهم فكرة الله مش لازم تكون انت مريض عشان تساعد الناس المرضى مش لازم تكون انت معتاز ومحتاج عشان تساعد المحتاجين لكن على الاقل فهمت فكرة الله عشكا رب يريد لك الاستقرار اولا وده الحدف الاله وان حصل انك بتتحرك في الخدمة لا تعطيها المقدار الكبير دلوقتي هتتعكس بعد شوي هتكون بتعطي الخدمة المقدار الكبير لكن برضو بتبنى داخليا روحيا انا عارف ان في لغة كتير جدا انتشرت الناس مش جعانة وعز دلوقتي الناس شبعت وعز الناس عايزة كلام حي اوكي الاجابة نعم في حالة لو الوعز دوا ما كانش حي لكن اذا كان الوعز حي وناس مش طايق الوعز يبدأ بالضبط الحالة بتاعت شعب اسرائيل لما بدأوا الانبياء يكلموهم ويقولون لهم انتوا هتتسبوا هتدخلوا في السبي لان كانوا بيرفضوا كلام النبي هذه حالة ليست جيدة او نبلاي اشخاص بيبتعدوا عن الكلمة ده براه مؤشر خطر جدا حط تحتها اي مسامة اصل الناس شبعت وعز اصل الناس اللغة دي مش اللغة السليمة اوكي اذا كانت الناس شبعت وعز غير كتابي فالتلجأ الى الوعز الكتابي السليم اللذي يعطي حياة يسوع لم يتوقف عن التعليم مش عشان فيه كتاب وفرسيين هو يدخل بستايل جديد انا مش هعلم انا جست هسلك لا كان بيعلم الى الشريعة الى الشهادة لم يقولوا مثل هذا ليس لهم فجر ده الكتاب يقولوا معنى كده لازم تضع الكلمة ووضع تنفيذ لا تحيا بعيدة عن الكلامة لا تضع قوانينك الشخصية ولا تصحح امتحانك بنفسك وترجع تقول انا كده زي الفل انا عارف بعمل ايه معتمدا على حسن النية ده مش هينفع رب اراد ويريد لكل حد ان يحيا في حالة من الروعة هذا ليس معنى اللي مش عايش حالة من الروعة هو خاطئ لا لكن ممكن يكون شخصي مش عارف اللي في المسيح ده وقت فيه نحيا اللي لينا في المسيح من العالم وهو بينهار دلوقتي لنوقت الناس سمحت لابليس فيه الناس دخلت دخلت الثقافة والافكار الغير الكتابية طبعا طبيعي ينهار لانه مش مصمم العالم انه هو ايه يدار بهذه الصورة في الظل ده كله انت تقدر تحيا مش متأثر بالعالم بل تؤثر في العالم خلينا اعرى معاك المبدأ الكتابي ده رب اول ما تقابل مع ابراهيم عمل ايه في تكوين اتنشر وعدد واحد وقال الرب الابرام اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي بريك الكلمة دي في العبري جاية لخيل خار ايه معناها اخرج لخيرك يعني معناها اطلع علشانك انت بيها كده في الامبلفايد ترجمة الامبلفايد اخرج لخيرك اخرج لمنفعتك معنى كده ان يخرج برا افكار اسرته واهل انهم كانوا وثانيين مقتربين جزئيا الى الله لكن وثانيين طيب ايه اللي قاله رب لي قاله اجعلك ام عظيمة وما كانش بيخلف فهيسدد له احتياجه اباركك واعظم اسمك وتكون بركة يبقى اذا اول حاجة انه هو هيعالج مشكلته الله اول ما تقابل مع ابراهيم قاله النقطة دي اجعلك ام عظيمة واباركك واعظم اسمك وتكون بركة اعمال سبع عدد اتنين بيقول فقال ايها الرجال الاخوة والاباء اسمعوا ظهر اله المجد لابينا ابراهيم وهو فيما بين النهرين قبل ما سكن في حرام معنى كده ان رب في تكوين اتناشر ظهر لابراهيم وتكلم معي لم يكتفي بظهوره ازاي رب يتكلم مع ابراهيم بنظهر له لكن لم يكتفي بده قال له انا هساعد هساعدك في مشاكلك كان بين ايدي يقول له انا الله الحقي انا زهرت اهو وكافع على هذا خلاص لكن قال له علشان اقدر ساعدك اطلع من طريق التفكير العالم اللي حواليك خارجين من بابل وبرج بابل ومحاولة ان العالم يستقلب نفسه ويتعالى على الله ووكي ونتحدك يا الله هنبني برج حتى ولو جبت فيضان تاني هنبقى فوقي ومش هتكسبنا ومش هتغلبنا هو خارج من السيستم دو وشايفه لكنه اختار رب قال له اطلع من هذه الافكار وهو اختار يمشي مع الرب قال له اجعلك ام عظيمة اباركك كل دو يختص بك يا ابراهيم بعد كده تكون انت بركة طبعا احنا عارفين عبر يسوع عبر مجيء يسوع من خلال هذا النسل وبارك مباركيك ولا عنك العنو وتتبارك فيك جميع قبائل الارض بعد كده بدأ يكمل معال عهد وبدأ يقول له ها اعطيك الارض دي عدد ستة واكتز برام في الارض الى مكان شكيم الى بلوتة مورا وكان كنعنيون احنا اذ في الارض كلمة بلوتة مورا اساسا هيجا معناها شجرة ودي موجودة لحد النهاردة وشجرة دي هي المكان اللي اتكلم فيه الله مع ابراهيم وقال له ها اعطيك الارض دي ولفظ مورا سميت بهذا الاسم اي معناها النور اي الاضاءة او التعليمات كلمة دي في العبري معناها هكذا انها شجرة التعليمات انها شجرة اللي فيها قال له هيتحرك وهيعطيه ايه وشاف جبل عليه مين جبل على الشمال في الوقت ده ابراهيم بدأ يسمع ايه فكرة على ناحية الامر نفس الفكرة اوما نسل بتاعه مشي بالكلمة بدأ ربي يديله الارض ويتحرك منه يخرجهم من ارض مصر وهكذا هارا معك في خروج ثلاثة وعدة السبعتاشر قال له فقلت اصعدكم اصعدكم من مذلة مصر الى ارض الكنعانين والحثين والامورين والفرزين والحويين والليبوسين الى ارض طفيد لابنة وعصان بمعنى كده اصعدكم من مذلة مصر الى ارض طفيد لابنة وعصان بمعنى رب طلعنا هنا بترمز للعالم مصر ترمز العالم في العهد القديم فانا بيقول اخرجك منها لكي تدخل لارض طفيد لابنة وعصان هنا هذه الارض لا ترمز للسماء لا يوجد حروب في السماء الارض دي واجهوا فيها حروب اذا دي لا تطابق لو هنيجي نقول لترمز للسماء ارض تطفيد لابنة وعصان هي حياة على الارض هي ارض الموعد هي الحياة في المسيح اوكي انا عارف ان دو الوحدي بيضايق البعض ان كده بتقول كأن الحياة مفاش مشاكل لا فيها في الارض اللي فيها تطفيد لبنا وعصان وفيها خير واجهوا مشاكل لكن انتصروا عليها كلما كان الملك يبقى ماشي مع رب كان الرب بيقيمه ويريحه تجاه اعداءه اراحه الرب من كل جه وشاكل الفكر الالهي اللي المهم تكون فهمه انا مش بس خرجت من ايدين ابليس انا مش بس خرجت من ايدين العالم بل انا لكي ادخل ارض في دبنا وعصان انت الان في هذه الارض كلمة الله قدر ان تبنيكم وتعطيكم مراثا عمل عشرين اتنين وثلاثين تعطيكم مراثا اذا الكلمة تبنيك اولا وتعطيك مراث في وقت كتير بيقف اشخاص يقولوا كفاية انا المراث بتاعي مش عارف اخده المهم اربح النفوس طبعا اربح نفوس لكن رب يهتم بيهتم جدا بحالتك وبما يختص بيك يبقى اله ظالم لو يهتم بغيرك وانت لا لا تستسلم هذا ليس تمحور حوالين الزيت بعض الناس بيفتكنوا ده تمحور حوالين الزيت لا اذا انت عرفت تاخذ ليك في المسيح وانهيت هذه المرحلة من حياتك هتقدر تخرج تساعد الاخرين ما كانش يقدر يقول ابراهيم كان بيهندي يقوله هتكون بركة للعالم ابراهيم مصلحتي عايز عملها ان يسوع يجي من خلالك لا قاله اباركك انت هجيب لك ناس لانت بعد كده تكون بركة للعالم وده اللي حصل ده التسلسل الطبيعي بعض الناس بيقولوا الجمه ده تحت يأس لانه جرب يمارس ايمان في حاجة وما رجحتش فيبتدي يلجأ اكيد عشان انا متمحور حوالين المشكلة نعم لو انت متمحور حوالين المشكلة بصورة غير كتابية يعني مش بتواجهها بالكلمة فانت متمحور حوالين نفسك حوالين المشكلة لكن اذا كنت بترى الموقف وتهاجمه وده وإيمان عنيد هذا ليس تمحور حوالين المشكلة رب يريد لك ان تحيا ملء البركة ليك وليس جزء منها ما كانش يقول بركة نبيك كل بركة روحية وده اللي كتاب يقوله ان يكون اقتصادك اقتصاد سماوي مش مرتبط بالارض حمايتك تكون حماية سماوية مش مرتبطة بالارض وانت هن على الارض ان تكون صحتك صحة الهية معاني كلمة الخلاص السلام بتاعك يكون سلام الهي يفوق كل عقر ليس مرسم لك ان تحيا ضحية في الحياة دي مرسم لك انك تحيا بانتصار الخوف انت تغلبه اليأس والاكتئاب انت تغلبه لو في هند انت من في المسيح رب لا يريدك تكون ضحية رب يريد لك ان تحيا الحياة بملئها افتح معي غلطية ثلاثة وعدد سبعة اعلاموا اذن ان الذين هم من الإيمان هو احنا اللي ابننا يسوع اولئك هم بن ابراهيم اذن الكلام حياتك كلها بالإيمان ان ترى حياتك بالإيمان من الكلمة بعد كده بدأ يتكلم لان جميع الذين هم من اعمال النموس هم تحت لعنة النموس احنا مش تحت لعنة وما كناش تحت لعنة النموس كنا تحت لعنة ادم شعب اسرائيل هم مالكينوا تحت لعنة النموس لانهم مكتوب مالعلم كل من لا يذبط في جميع ما هم مكتوب في كتاب النموس اللي عمل به الامم ما كانوش احنا ما كناش تحت اللعنة داي لكن كنا خطاء كنا تحت لعنة الخطيئة ولكن انا ليس احد يتبرر بالنموس عند الله فضاه لانا البار بالإيمان احنا ولكن النموس ليس من الإيمان بل الانسان الذي يفعلها يساح يا بي يقول ده سيستم النموس غير سيستم الإيمان بيسوى المسيح افتدانة بيتكلم عن شعب اسرائيل مش 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 بيتكلم عن الأمم لكن ينفع تتقال عن الأمم تحت مسمى لعنة الخطيئة عموما المسيح افتدانا من لعنة النموس اذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب من عن كل من علق على خشبة لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع لننال بالإيمان موعد الروح أو ما وعد به الروح ساعة ما تكلم مع إبراهيم هنا الوعد هي البركات وليس الروح القدس والوعد الواعد هو الروح القدس حش كده أطلق عليه موعد الروح من هنا نفهم حاجة إن فيه ارتباط ما بين بركات إبراهيم وإحنا نفتح معاية الثنية 28 لتفرح بهذا هذا مراثك دي بركات إبراهيم من ضمن الليستة فيه كذا لستة تانية فيه كذا قائمة تانية عدد واحد إن سمعت سمع لصوت رب إلهك تحرص أن تعمل بجميع وصائع التي أنا أصيك بها اليوم يجعلك رب إلهك مستعلين على جميع قبائل الأرض ويأتي إليك وتأتي إليك جميع هذه البركات تدركك أي تطاردك حاللويا إذا سمعت لصوت رب إلهك مباركة أن تكون في المدينة مباركة أن تكون في شغلك في الحقل مباركة أن تكون في بيتك مباركة أن تكون في ثمرة بطنك المدينة هي كانت بيتك مباركة أن تكون ثمرة بطنك نسلك ثمرة أرضك أي شيء بتصنعه يعني الأرض هي كانت الشغل بتاعه ثمرة بهائمك حتى الحيوانة كل ما يختص بيك نتاج بقرك وإنث غنمك مباركة مباركة تكون سلتك مباركة تكون سلتك ومعجنك يعني مكان تخزين أكلك طعامك مباركة تكون في دخولك مباركة تكون في خروجك أي معنىها حيثما تتحرك يجعل رب أعدائك القائمين عليك منهزمين أمامك جايين عليك في طريق واحد لكن في سبع طرق يهربوا خائفين مرتعبين قدامك اللفظ يهربون ما قالش يجروا لكن يهربوا مش كده فيها اللفظ الارتعاب لفظ فلي يهرب فزعا منك يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك ويباركك في الأرض التي يعطيك رب إلهك يقيمك رب نفسه شعبا مقدسا كما حلف لك إذا حفظت وصايا رب إلهك وسلكت في طرقين ده له يجيب المجد ويبتدي ناس تنجذب ليسوع بصعب اللي أنت فيه خلي بالك بتكلم عن كل ما يختص بزوايا الحياة كل ما يختص بها ماديا بتكلم عنه في خروج برضو صحيا بتكلم عنهم كل ما يختص من ناحية الثمر والإنتاج والتواجد في أي مكان في بركة فيرى جميع شعوب الأرض أن اسم ربك قد سمي عليك ويخافون منك ويزيدك رب خيرا مش بس خيرا بل زيادة في الأصل في الإنجليزي في ثمرة بطنك وثمرة بهائمك ثمرة أرضك على الأرض التي حلف رب لأباك أن يعطيك يفتح لك رب كنزه الصالح السماء ليعطي مطر أرضك في حينه وليبارك كل عمل يدك فتسلف ما تستلفش فتقرض أمما كثيرة وأنت لا تقترض دا سامن بوليس بول نغني كثيرين وكان يعنيها ويجعلك رب رأسا لذنبا وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط فقطها يعني إذن ما فيش احتمالية تبقى في النص ولا تحت إذا سمعت الوسائل رب إلهك التي أنا أصيك بها اليوم لتحفظ وتعمل ولتزيغ عن جميع الكلمات التي أنا أصيك بها اليوم يمينا أو شمالا لتذهب ورأ لها أخرى لتعبدها إذن دي البركات اللي مرسومة لك لأن إحنا الأمم لننال بالإيمان كل دا ما وعد به الروح القدس الروح القدس هو عربون المراث فأفاسوس واحد هو عربون المراث هو رب عايز يؤكد لك أنا هأعطيك دا كمالة المراث عشان دا عربون هو أن نلبس الأجساد لكن إلى أن نلبس الأجساد من حقك تعيش هنا على الأرض دا هذا ليس تمحور حوالين إزاي هذا ليس أنا كده بتنشغل بأمور أرضية بل بتخلص من دائرة الشخصية بتاعتك فتقدر تساعد الآخرين دي الاستراتيجية الإلهية وبكده الناس تشوف إديني للحق القدس على حياتك دايماً بضرب المثل دا ولو ابن لابس كويس لو ابن معه مصروف في مدرسته معقول ورائع أكيد دا بيعكس حالة الأب والأم إذا كان الشخص طول الوقت بتشوفه بيعاني أكيد أنت هتشوف مين اللي فوقي مين اللي بيرعاه هكذا إذا كنت بتقول الله هو إله وجاي تشهد عنه وأنت منكس الرأس وأنت حزين ووجهك مليان بالحزن إنك مكسور في ظروف الحياة أكيد رب هو فرحتنا لكن يوجد عندك هم شايف الحياة صعبة في الوقت دا هذه ليست شهادة حسنة عن الرب إذا كانت الشركات بتلبس وبتطلب الناس يلبسه أحسن الهبس عشان دا إشارة للشركة كم بالحره هذا الإله عشان كده ما رسم لك هو أن تأخذ من الرب فتعطي العالم وليس أن تحتفظ بدوى نفسك هنا خطأ يوجد من قال أنا دا مراثي في المسيح وقف على كده لا بيضحي بوقته ولا بيضحي بمجهوده ولا بيضحي بمدياته سر أن تحيا دا وهو أن تعطي انتباهك للكلمة قال لا تزيغ عن الكلمة ففي اللحظة تحيا ملء ملء البركة بتاعك عشان كده معاني الخلاص الخمسة هي نفس معاني كلمة سلام شلوم في العهد القديم هي نفس الخمس معاني هي السلام الداخلي هي الخلاص من الخطيئة والحرية أرجعوا إدرس كلمة سوتيريا سوزو معناها فيض وفرة مادية هي الصحة وشفاء كسدي هي حماية كل احتياجات البشر مجمعة في هذه الكلمة رب يريد لك دا رب يريد لك أن تحيا في كامل وملء إرادة رب لك عشان يحصل التغيير وتوصل لدوة افهم ده افتح معايا أبرانين اتنشر هو عدد خمسة قالوا قد نسيتم الوعز الذي يخاطبكم كبنين يا ابني لا تحتقر تأديب رب ولا تخر إذا وبخك لأنا الذي يحبه رب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله هنا بيقتبس من أمثال 17 إن الكلمات بتؤثر في الحكيم أكتر من مئة ضربة في ظهر الجاهل وبعد كيف يقول إن كنتم تحتملون التأديب يعملكم الله كالبنين فأي ابن لا يؤدبه أبوه تأديب رب بالكلمة ارجعوا ادرس التأديب الإله كيف يؤدب الله أولاده بانته ولكن إن كنتم بلا تأديب بلا تصحيح ليس للكلمة سلطانة على حياتك مش بتصلح أفعالك بيها مش شايف خالص الكلمة قدامك كنت ماشي زي ما انت قابلت يسوع وخلاص ماشي زي ما انت مش بتخلي الكلمة تحسن منك وتصلح وتجدد ذهنك قد صارت جميع الشركاء فيه التأديب دوة مفروض الكل يشترك فيه فإن ما كنتوش بتقبله دوة أنتو منغول لبنون يعني معناها أنتو أبناء غير شرعيين أنت رفضت إن الكلمة تعدل منك لن تستطيع أنت للمراث المراث مش مشروط أن الرب السكب بركنا وخلص بكل بركة روحية قفل واحد بكل بركة روحية وزي ما قلت قبل كده أبراهن سبعة سبعة أن الأصغر بيتبرك من الأكبر عالم روح بيبارك أي بيؤثر في عالم العين إذا أنت تشمل مشهول جواها كل بركات الأرضية لكن ماذا لو أنت لم تجعل الكلمة تصحح ذهنك وتصحح أفعالك أنت تتعامل كأنك مش ابن نغول لبنون عشان كده بيتكلم بيقول المهم أنك تخضع لي تصحيح الكلمة ومن يتكلم الكلمة ليك ثم قد كان لنا أباء أكسادنا مؤدبين وكل نهابهم أفرا نخضع بالأولى جدا لقبل أرواح لأنه بيأبرأ روحها بيؤدب روحيا وليس بالعنف ولا بالمرض فنحيا نتيجة هذا التأديب لأن أولئك أدبون لهم الأباء الأرضين أياما قليلة حسب استحسانهم وأما هذا فلأجل المنفع اللي هو التأديب الإلهي التأديب أي تصحيح لتكون الكلمة مدربة لك الكلمة بتجعل روح القدس بيستخدمها ليدربك يقولك ما تقولش الكلمة دي دلوقتي رب عمره ما بيستخدم العنف مع الشخص للمرض ولا المشاكل ولا ضيقة المالية ولا أي حاجة مده كله لكن الكلمة لها وقع السيف عليك أم لا إنما جعلتهاش وقع السيف عليك فأنت تتعامل كأنك ابن مش شرعي فبتالي لا تذوق المراث أنت اللي جعلت نفسك مش وارث مع أنك وارث على أرض الواقع مش بترث لكنك شرعيا وارث مش كلمة خليها تشتغل فيك لكي نشترك في تفرده قدسته المنفعة ونشترك في قدسته كل تصحيح كل تأديم في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل الحزن وأما أخيرا في الآخر يعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام لذلك بما أننا عارفين النهاية وأنت بتقالك خلي بالك من الحاجة دي يا فلان كفاية هزار ممكن تكون ملحوظة تقيلة عليك فلان اقضي وقت أكتر في الكلمة ممكن تكون شديدة عليك مش بتعود عليها لكنها تؤدي بيك بالمراث لذلك قوموا الأيد المستلخية وركب المخلع واصنعوا لأرجلكم انت اللي بتصنع لأرجلكم رجلك مسالة مستقيمة بين إيدك تجعل حياتك خشنة مليانة وعر وتعب لكن انت بين إيدك تصنع مسالك وطرق مستقيمة كي لا يعتصف الأعرق بل بالحر يشفى يتبع السلام على الجميع القدسة التي بدونها لا يرى أحد لن يرى أحد الرب رسم لك أن تحي هذه الحياة ده اللي عمله يسوع إذا كنت لسه ما قبلتش يسوع من حقك تقبل يسوع وتنال هادئ هذا المراث إذا كنت قبلت يسوع من السنين أو من فترة قريبة مكنتش عارف دوا يوجد لك مراث إذا كنت لسه ما قبلتش يسوع صالم عايا الصرادية حتنال الطبيعة الإلهية وتنال هذا المراث الآن عشان تدوق ومحتاج تكبر في الكلمة وتفهم الفكرة دوا ده فكرة الله عشان كده الأفكار الإلهية إن لم تدخل ذهنك حتى تبقى أنت حاصل عليها رسمي لكنك مش حاصل عليها فعليا ما هي المفتاح ما بين أنك شرعيا ورثت شيء وأنك تناله على أرض الواقع هو الكلمة تمر عبر ذهنك تصححك تبنيك أعمل عشرين دين وثلاثين كلمة قدرة أن تبنيكم وتعطيكم مراثا أول حاجة تبنى داخليا وتعطيكم مراثا إذا كنت لسا ما قبلتش يسوع صالم معي الصلاة ده دلوقتي قولها من قلبك حتى تولد من الله دلوقتي الله أنا بجيلك بإسمي يسوع شكرا من أجل عملي يسوع شكرا أنه مات وقام من الآن أنت سيدي وأنت ربي ومخلصين أنا بغض عليك أشكرك من أجل الخلاص لما نحت لي أنا صرت ابنك الآن لبنان الحياة الإلهية منك حللويا شكرا أنا صرت ابنك في إسم يسوع انتلي بروحكوص انتلي بروحكوص يريد أن يسكنك حللويا انتلي استقبل بروحكوص حللويا بسأل من أجل كل واحد واحد الآن استنارة وإدراك لهذا المراث وهذا الحق الكتابي ليحيى كل واحد واحد هذه البركة ويحيى بالكلمة ويبنى بها وينال مراثه حللويا تتقوى وتتشدد الآن كل الأياد المسترخية كل ركب المخلعة الآن تتقوى وتحيى بكامل مشيئة الرب لك بكامل البركات الإلهية لك حللويا كونه شديد القدرة لا يفقد أحد أنت وأهل بيتك بتحييل رب باسم ربي يسوع حللويا مبارك اسمك نعمة تزداد على حياتك البركات تزداد على حياتك فتقرض ولا تقترض فتعطي ولا تنتظر من الناس بل تعطي رب يريدك أن تكون أنت اللي بتورد الرب لناس ولا أن تكون معتمد على أشخاص بل معتمد على هذا الإله اسم ربي يسوع حللويا إذا كنت سالة الصالة دي تكتب لنا كون فرق الخدمة بيساعدك صفحة الفيسبوك أو صفحة تتصل بنا على الموقع كون فرق الخدمة بيساعدك أشجعك كمان تشترك في مدرسة التلمزة أونلاين تلاقي كل التفاصيل موجودة في صفحة مدرسة كتاب المؤدس على الموقع إلى اللقاء استمر في الكلمة وفي نموك كل الكلمة دون توقف حللويا إلى اللقاء